المتعاقدين المتعاقدين كل ما هناك كان نوع من التعاقد تحت الإدعان باعتبارها عقود إدعان ومن حتى تكون عقود الإدعان تكون قريبة من عقود الصخرى ما فيها لا ضمانات ما فيها لا حقوق ما فيها لا ترقيات يجب إعادة النظر في هذه العقود لتصبح عقود تتضمن عناصر جديدة وفصول جديدة من خلالها يتم التوازن بين الأطراف وتضمن حقوق لأطراف الضعيف فيها اللي هو طبعا الأستاذ ممشي الدولة وبناء عليه هذا اللي يجب أن يكون ليس هو وضع التعاقد في موضوع التساؤل وهو فقط أن تكون هذه العقود مجتملة على الضمانات القانونية مجتملة على الحقوق المتوفرة في الترقية مجتملة على الضمانات الاجتماعية اللي فيها التقاعد والتأمين الصحي إلى غير ذلك إذا استطع الطرفين أن يصلوا إلى عقد جديد عليه حوار والتم اتفاق عليه أنه تحل الإشكال أما ما تحدثت عنه من عقود سابقة فكان هذا رأي القانوني في تقيم العقد القائم حاليا والعقد القائم حاليا لا تتوفر في أي شروط ويمكن أن يتم إلغاءه في أي لحظة لا أولا حينما تم التعاقد تم بسرعة وانخرط فيه الشباب بسرعة لم يجلسوا لي ويناقشوا لي ويدافعوا عن حقوقهم كانوا تحت ضغط نفسي كانوا تحت ضغط البطل لوقعوه الآن مرحلة جديدة خاصة الدولة تفهم بأنه هؤلاء المواطنين هدو هي تغطرهم جميع الحقوق ذي لهم بالنسبة لإدماج في الوظيفة العمومية 50 ألف منصيب شغل صعب كيف ستتم العملية إذا وصلوا إلى اتفاق بمقتضى يكونوا التوظيف عبر سنوات كل مرة تكون واحدة للمجموعة سيحل الإشكال معنا أن يتم ذلك بالتدريج أنا معرفة الميزانية ديال الدولة ركا تقتضي أن يكون فيها نوع من التوازن ما قصداش نخل له به تاني التوازن وحتى هذه المناصب ديال شغل تم خلقها خارج الميزانية ديال الدولة لأنه يستهدفوا من خلالها عدم دخولها كنصر من العناصب تقييم ديال المالية العامة ونحن مراقبون من طرف البنك الدولي ومراقبون من المجموعة المجموعة المالية يجب التفكير بعمقه ولكن أنا أعتقد بأنه الدولة يجب أن تكون النموذج في العقود يجب أن تكون النموذج في تشغيل لذلك عليها أن تضع عقودا تشملها على جميع الحقوق الأطراف يجب إعادة النظر أولا في قانون الوظيفة العمومية إذا كنا سندخل في المسلسل لأنه يجب التفكير في قانون الوظيفة عمومية يتضمنوا التوظيف الجهوي كل جهات يحدد ما هي الاحتياجاتها والحكومة في خلال مناقشتها مع الجهات تضعوا لهم ميزانية ومناصب شغل في مجال من المجالات المختلفة لأن كل شهر عن الدوع الخصص في جهة من الجهات أنا بالنسبة للتعاقد كيف العالم كامل ماشي كنا نعرف المغرب اللي مهم فيه هو أنه تتوفر فيه الضمانات للأطراف وتتضمن فيه الحقوق أما الدول غير تعاقد هكا بشكل تلقائي لا يجوز أما أبدأ التعاقد أنه ما دي فيه إشكال ما تنساش تابونه فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبراس